حضرات السادة ودي آخر حلقة في رمضان لبرنابج مصر النهاردة والحقيقة فكرنا نعمل مراجعة سريعة زي بتاعة السناتر معرفش بيقالها سناتر لستينترز دروس خصية عشان احنا داخلين امتحان لأهم المواقف والترائف والغرائب والعجيب اللي طرنج ابنها لكم خلال 15 يوم اللي فاتوا من رمضان من الفن للسياسة للاقتصاد للرياضة أحداث كتير جدا هنستعرضها معاكم على طريقة جوائز الأوسكار مش جوائز الأوسكار بيعمله أحسن موثل وأحسن موثل مساعد وأحسن موثلة وأحسن موثلة مساعدة وأحسن تصوير وأحسن إخراج احنا عملنا لكم كده عشان احنا ماشيين بقى فقلنا ايه رأيك نعمل جايزة أفضل أداء أسوأ مسلسل أحقر تصريح أغرب فيديو وأغلى فشخرة على فكرة كان مفروض الحقيقة زمانينا بتوع السوشيالي بأمعانف ده بس تخلفوا في الاجتماع أول الله معرفش ليه خلونا نبدأ في الأول خلونا نشوف المواقع اللي بتتكلم عن سباق النصف الأول من رمضان عشان في بعض المسلسلات كانت 15-15 حلقة فقالك هل خطفت المسلسلات القصيرة الأضواء في النصف الأول من رمضان حلوة أوي طب حلوة وهل خطفت ده هم عملوا كده احنا شفنا مسلسلات رمضان بشكل مختلف الحقيقة أنا شخصيا شفت مسلسل اسمه أشغال شقة وبابا جاه شفت حلقتين من مسلسل اسمه الحشاشين وبعد كده ما شفش ما شفش حاجة تانية لكن احنا أسرنا الدراما الجايزتين جايزة ملك التزوير التاريخي وجايزة ملك الأضوار الدرامية اللي فاز جائزة ملك التزوير التاريخي فاز بها طبعا الحشاشين جائزة مصر النهاردة ملك التزوير التاريخي الحشاشين وعبد الرحيم كمال والمخابرات المصرية المسلسل اللي فيه إصرار من الشركة المتحدة التابعة المخابرات أنها تصدروا المشاهد بأنه أجمت حاجة واللي مفيش منه مفيش زيه مسلسل وقع الحقيقة في أكتر من وقع التزوير للتاريخ وأخيرها هو موضوع هدم قبة الصخرة اللي تكلم عنه الدكتور عبدالله معروف الدكتور عبدالله معروف طلق كتب البوس ده كتب بيقول وصلتني اليوم هذه الصورة من أحد المتابعين الكرام وهي مأخوذة من مشهد من مسلسل الحشاشين من إنتاج مصر ويعرض في رمضان هذا العام وهو يصور القدس في عصر الإمام الغزالي كما يبدو من الأحداث التي تدور في القدس خلال مسلسل وبغض النظر عن الإشكالات التاريخية في المسلسل إلا أنني قد لحظت أن المشهد يصور قبة الصخر المشرفة محطمة بطريقة غير مفهومة وللحقيقة فأنا لا أفهم لماذا أقدم منتج المسلسل على تصوير قبة الصخر المشرفة في المسجد الأقصى المبارك بهذا الشكل غير الصحيح علميا وتاريخيا في تلك الحقبة فمن المعروف أن القبة الزهبية نفسها قد أصيبت بسعقة في عصر الحاكم بأمر الله سنة 406 هجريا ثم سقطت وتمت إعادة بنائها في عهد الظاهر لإعزاز دين الله الذي حكم بين عامي 1411 و 1427 أي قبل حتى مولد حسن الصباح مؤسس فرقة الحشاشين الذي ولد في بداية عصر الخليفة الفاطيمي المستنصر الذي حكم ستين عاما وعند إعادة أعمال القبة في زمن الزاهر فقد تم تغطيتها بالرصاص بدلا من الزهب الأموي وبالتالي فلم تكن القبة في ذلك العصر بهذا الشكل التي تظهر عليه في هذه الصورة وإنما كانت نمدية بالكامل وكانت كلها سوداء اللون لا زهبية وللحق فقد قلبت في الأمر في ذهني أكثر من مرة لكني لم أتمكن إلى الآن من فهم سبب نشر هذه الصورة لقبة الصخر المشرفة مدمرة بالشكل ده ده اللي ظهر في المسلسل لكن الحج بيتر ميمي الوحيد اللي كان عنده مخرج للقصة دي بأنه مسلسل درامي مش تاريخي فعادي نخرب التاريخ زي ما احنا عايزين كتب الأخ بيتر ميمي طيب الله عاديت دلوقتي مطرح ما وقعد وقال طيب كل سنة وان طيبين معين ما كنتش حابة تكلم عشان دول كلهم أربع حلقات مبدئين مسلسل من وحي التاريخ وده مكتوب نصا في التلاتي يعني مش وثيقة تاريخية لكنه دراما تاريخية هو المخرج العالمي تارنتينو لما قتل هتلر في السينما كان حقيقة أو نابليون في فيلم ريدل سكوت الأخير هل ده نابليون اللي في كتب التاريخ دي دراما تاريخية حاولنا نعمل خيال لفترة من الفترات لكن في شكل درامي لكن رجعنا في الديكور والملابس لمراجع كتيرة ونادرة عشان نعمل عالم ما شفناهوش قبل كده وما يكونش شبه أفلام وسلسلات عالمية ده تقوله للموترتر يا رأى يا اسمه ايه يا بيتر عارف الموترتر تروح لها كده توقع جنبها أولا ردا على كلمة نابليون بونابارت اللي انت بتكلم بس 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 وقف هنا نرد على نابليون بونابارت نابليون في فيلم ريدل سكوت اتعمل بوجهة نظر انجليزية ونحن نعلم وانت ما تعرفش ان الانجليز بيكرهوا نابليون بونابارت لدرجة انهم قالوا عليه ده قصير وقزعة وهو طول نابليون كان 169 سنط تقريبا وطلقوا عليه تشويهات فضيعة جدا لانهم كانوا بيكرهوا بالسليخة كده بحكم التاريخ وحكم الحروب بينهم وهم بعض فعادي جدا لما يجي واحد انجليزي يعمل نابليون من وجهة نظر انجليزية عادي يعمل زي ما عايزه تطلعه ان شاء الله مؤرج هو حر يعني اما الفيلم التاني بتاع تارنتينو فتارنتينو معروف الراجل بيلعب في اي حاجة في الدنيا حتى في الواقع حضرتك جاي تعمل مسلسل عن فترة من اسوأ فترات التاريخ الاسلامي فترة كان فيها حروب صليبية وكان فيها سلاجقة وكان فيها دولة فاطمية وكان فيها العالم الاسلامي متقسم كله لما تيجي بقى تعمل الفترة دي انت وعبد الرحيم كمال تروحوا تقروا اه والله تروحوا تقروا عبد الرحيم كمال طالع يقولك السحنة المصادر متضاربة طب ما كل التاريخ مصادر متضاربة ما كل التاريخ مصادر متضاربة ما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ناس بتحكي عنه كده وناس بتحكي عنه كده ما ده عادي يعني انت هتعمله بوجهة نظرية ثم لما تيجي تعمله تعمله صح يا راجل تجيب الناس أنا سمعت أنا ما شفتش إنه قال جاب بقى الشباب وما بيشموا الحشيش بقى حشيش حشيش هذه القلعة اللي انت بتقول كان فيها حشيش يا عبد الرحيم يا كمال بقى روح اطلع على الجزء الثالث من كتاب علاء الدين عطى ابن مالك الجويني اللي كان مع الأمير بلغاي اللي دخل القلعة ساعة ما احتلها المغول القلعة عارت 170 سنة 170 سنة لحد ما دخلها المغول بقيادة الأمير بلغاي وروح ادرس بقى المؤرخ ده شاف ايه في القلعة وهو يكره حسن الصباح وقال عنه إنه من كلاب الملاحدة شو بقى قال ايه عن القلعة قال وجدنا فرع من نهر اسمه بهراو متصل بالقلعة فرع من نهر طالع للقلعة فوق هندسة في المية ما حصلتش في تاريخ مش بس كده وجد مخازن للغلال ومخازن للزيوت ومخازن للعسل ووجد حاجات على أعلى هندسة مأمارية في التاريخ دي دولة انشأت على أكتر من 40 قلعة هذه الدولة كان فيها علماء شغالين جوه على الهندسة المائية والآكل والشرب والحاجات دي هذا الرجل حسن الصباح المارخ ده المارخ ده اللي بيعتبره أبو حامد الغزالي في كتاب اسمه المستظهري بيعتبره أنه خارج عن ملة الإسلام أبو حامد الغزالي مش بس كده والأظهر وعلى فكرة شاوي أعلام الله على جنبك بيعتبره أنه هو الفرقة دي خارج عن الإسلام هذا الرجل الخارج عن الإسلام اعترف له أعداءه بأنه كان عالماً وكان مفكراً وكان صاحب علم ولم يخرج من القلعة إلا مرتين في حياته ده تجيبه كريم عبايز يعمله وده اللي خلى الشاب أشرف سيف يقول يكتب بوست رائع جداً في التمثيل وفن التمثيل أنا بس اتبعتلي البوست ده من مولانا الشيخ الإمام وأنا الرجل ده بيحب التمثيل قوي فكتب أنا أبعته لك يا معلم عشان إيه تنشره الله يخليك أشرف سيف أشرف سيف خريج معه على التمثيل الدفعة اللي قبل بقى شريف مونير والناس دي كتب إيه أشرف سيف كتب كلام زبد كلام عن التمثيل بس هو الناس حش ويرمي سيبك من الأخطاء التاريخية قالي بقى قالك الفرق بين أداء كريم عبد العزيز لشخصية حسن الصباح في مسلسل الحشاشين وبين أداء رجدي أبازة لشخصية عصمت في فيلم الرجل التاني وكلاهما يتمتع بالكريزمة الشديدة إلا أن كريم فرض أداءه الخاص على الشخصية فكريم وليس حسن الصباح الشخصية المرعبة المخيفة الغامضة فأحبابنا حسن بدلا من أن نكرهه ونرتعب لمجرد تخيل الإمكانية والوجود معه عبر الزمن في مكان واحد وهذا عكس المطلوب أما الأيقونة رجدي أبازة فقد ذهب إلى الشخصية وتوحد معها فشاهدنا عصمت تلك الشخصية المخيفة المرعبة هات صورة الاتنين ونا بلا يخليك السادية فكرهناها وارتعبنا منها ونسينا تماما رجدي أبازة وهذا هو المطلوب اطلع 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 هات عصمت هات عصمت هات عصمت فوق اطلع كمان أهو رجدي أبازة بس ده رجدي أبازة في الرجل التاني الرجل التاني رجدي أبازة نسانا مين نسانا رجدي أبازة وافتكرنا عصمت كازم الرجل اللي ما عندوش قلب القاسي لكن هو بيقول أشرف سيف أنا ما حضرتش الحقيقة المسلسل أني كريم عبدالعزيز طول وقت فكرنا أنه هو كريم مش حسن الصباح يعني يا جماعة عايزي أنت تصدوا لمسلسل تاريخي ارجعوا للتاريخ اوالله والملابس اللي عملها الأستاذ العظيم شادي عبدالسلام في النسخة الرائعة صلاح الدين الأيوبي بتاعت يوسف شهين اللي كانت من إنتاج الأستاذة أسيا خلاص شوف الملابس ولبس الإحصنة ولبس الصليبيين ولبس المسلمين في فيلم النصر صلاح الدين عشان تعرف أن في ناس زي شادي عبدالسلام ما يتكراروش تاني الراجل راعى الملابس بدقة حتى أغطيت الإحصنة هات أي مشهد للإحصنة وتفرج على ملوك أوروبا كانوا لابسين إيه في الفيلم ده ده شادي عبدالسلام يا بيه ده شادي مش المخابرات يا بيه عشان كده أسيا خسرت في الفيلم ده وعبدالنصر عواضها مع أن الفيلم في خطأ تاريخي برضو عن عيسى العوال ومحدش رحم لما تتصدى للتاريخ تتصدى وانت عارف تتكلم عن مين حتى عمر الخيام اللي بتتكلم عنه اللي جايب لنطع يعمل دور عمر الخيام يا راجل عمر الخيام ده كان حاجة كبيرة قوي عمر الخيام ده كان بردبة عالم عالم في الفلك حاجة كبيرة قوي مش واحد جايبهولي نطع بيه لها موهبة عشان صاحبك اتفرج شايف اللبس شايف اللبس شايف لبس الحصان والخوزة والصيف شايف شادي عبدالسلام شايف شادي عبدالسلام مصيبة سودة شادي عبدالسلام كارثة سودة كارثة سودة يا بيه خلاص هذه جايزة الجايزة التانية يا حضرات معنا الذي هو ملك الأفورة مسلسل بس اتعمل عشان خاطر البطلة البطلة تبقى مرات بتهمش بالطه المخرنج النوع مسلسل نعمل أفوكاتو أنا مش هتكلم بقى المسلسل ده ده شبع لطم ودرب عيني الشهادة يلاقي الجماهير ما توصتش في رصد أفورة هذا المسلسل في كذا لقطة وده تعليم من الناس أنا بقى مش هتسيب قادي نعمل أفوكاتو أهو محمد سامي بيفخم في مية عمر ومحدش مسموح له يظهر أو يمثل أو حتى يتكلم في وجودها ولو مش موجودة في المشهد يبقى لكل المشهد بيتكلموا عنها وأقل مشهد هو اللي بيقول أنا ما ليش دعوة والله ما حضرته والله العظيم ما حضرته وأقل مشهد بتتبع من الوقت نص ساعة يجيب غيبوة للمشاهد بس يكبرها لدرجة أنه يخلي أبوها في المشهد هو اللي يبوس إيديها ورأسها ده اللي أوفر بقى ما نقول لأن الحمد لله مش من المتابعين الأوفر ولا أنا ولا أنا يا ابن الناس والله العظيم بص الراجل ده إليه بص الراجل ده إليه خد عندك ده يا بيبو نعم دي آخر حلقة يا جماعة أنتم بجد إزاي تستحملوا تكملوا حلقة في مسلسل مية عمر ده بجد والله إيه الأوفر ده أنتم صدقينها هي وجوزة فعلا بص أنا مش متابع حاجة في رمضان ولو تبقى أكيد مش تابع مية عمر جاءوا قدامي مشهد كده وبتقول لحمتها تعالي أصلك شعرك وهي مرعوبة مش عارف إيه المرعب في كده مسلسل نعمة الأفوكاتو أثبت لنا محمد سامي فعلا زوج مية عمر حتى في المسلسل تمثل كأنها بالصالة حق بيتهم ولا راضي يطلعوا غلطانا حتى قليل ولا راضي الحد يضربهم مش عارف هي يعني المهم يعني إنما أنا عجبني الدكتور ده الدكتور ده كلم الممثل المصريين الممثل زي الأستاذ رئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي بيمثل بعنيه بوشه مش بالكلام إحنا نقول دايما الممثل يتكشف في لحظة الصمت عايز سعرف الممثل إذا كان ممثل علاقة شوف رد فعله إذا كان صامت بيستمع إزاي أنا عايز أقول لك إن أحمد زكي في مشهد في فيلم اسمه بتاع كابوريا ده آه كابوريا للأستاذ خيري بشعره كان قاعد مع حسين الإمام في مطعم وحسين الإمام بيسأله بيقوله لو معاك مش عارف فلوس كتير تعمل ايه فأحمد زكي بيحكي له لو معايا فلوس هعمل ايه الأستاذ حسين الله يرحمهم من الاتنين يعني بيحكي لي بيقول لي أحمد زكي راح لخيري بشعره وقال له أنا مش عايز أتكلم قدي الكلام لحسين أنا عايز أمثل معايا أن المشهد ده عام له أحمد زكي ببراعة